لكل نزاع قضاء خاص به فعلى سبيل المثال للحصر فالقضاء الإداري يختص في النزاعات التي تكون فيها المؤسسات والهيئات طرفا فيها فيما يخص المشرع الجزائري النظام القضاء الجزائري أخذ في ازدواجية القضاء أي وجود قضاء عادي وقضاء إداري لذلك فلظّب إشكال التلفيد في القضاء الإداري الذي يختص فيها القضاء الإداري باللسبة لقارات الإدارية القضائية والقضاء العادي يختص فيها القضاء العادي على طريق رئيس المحكمة في إشكال التلفيد المطروحة أمامها الطرف الأساسي في القضاء الإداري هو الدولة ويتميز عنده مميزات خاصة ولهذا ارتأينا أن نقسم هذا الموضوع إلى قسمين القضاء الإداري والقضاء المدني غير هذا النزاعة المدنية أو التجارية فقد تم تصنيفها في خانة القضاء المدني تصنيف من شأنه إعطاء لكل ذي مصلحة حق القضاء أن في طبيعة النزاع كل ما كان طرفاً سواء البلدية أو الولاية أو الوزارة أو المؤسسات ذات طرف الإداري طرفاً في النزاع يكون القضاء الإداري هو المختص في النظر في هذه المنازعات المشرع للجزائري وبإزدواجية القضاء هذا من شأنه تنظيم إشكالة التنفيذ الإداري كانت في وقت مضى متشعبا وباستغراق الوقت ترجمة نانسي قنقر